اشتركوا في القناة لكن المناطق الشرقية خلال السادسة صباحا على الأقل إذن لتهات الأمطار لتستمر حتى خلال يوم الغد ستخص تقريبا جلل المناطق الوسطى والشرقية لكن تكون غزيرة على المناطق الشرقية وكذلك الداخلية الوسطى وتكون تحت وقرعود مرفوقة بحبات من البرد نسبة رطوبة عالية على الوجهة الساحلية الغربية ما هو برياح قوية بعض الأمطار كذلك خلال أمسية متفرقة متفرقة على شكل زخات العادية ستخص مناطق الجنوب الشرقي كذلك مرتفعة الهوغار والتعاصيلين وصولا إلى أقصى الجنوب ننتظر 15 درجة خلال هذه الأعلى باتنا 16 درجة على السواحي الوسطى وكذلك الغربيات 29 درجة للصحراء الوسطى 32 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة إن شاء الله ننتظر 32 درجة على غيديزان 28 درجة على العاصمة نفس المقياس على قسنطينا كذلك باتنا ننتظر 38 درجة على كلمين بسكرة لمغير تقورت بشعر 30 درجة على تامنرسة تقسحر على الصحراء الوسطى أقصى الجنوب كذلك منطقة إليزي مع 47 درجة أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحي الشرقية رياح ضعيفة لكن بحر قليل اتراب لمضطر محليا على كلمين السواحي الوسطى والسواحي الغربية رياح ستشتد تصل غاية 50 كم في الساعة شرق الشمس لصباحة الغد على مصطى العاصمة سيكون بحولنا في تمام الخامسة 29 دقيقة أشكركم على المتابعة يومكم سعيد والسلام عليكم